فضلوا معنا شاي احلى حاجة بوق الشاي ده نركز بقى مع بعض النهاردة عشان البرنامج بتاع النهاردة فضيعة بسم الله يتوكلنا على الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي المتابع عزيزي الساعي لما هو افضل اهلا وسهلا بحضرتك انا في البداية حابب اشكر كل اللي كانوا معنا في اللايف مبارح والحمد لله قدرنا نقدم لعدد لا بأس به احنا مبسوطين جدا ان احنا قدرنا نساعد الناس دي وان شاء الله هيكون فيه لفات تانية وان شاء الله هيكون فيه مسابقات تانية اكتر واكتر خلونا بقى نتكلم عن برنامج النهاردة كندا الفترة الاخيرة عندها عدد كتير حيطلعوا معاشات فبالتالي فيه وظائف كتير ومعن كتير نقصة طيب فيه اقليم في كندا اسمه اقليم كيبك وده اشهر اقليم في كندا واللي حضراتكم كلكم عارفينه اقليم كيبك ده لعب لعبة حلوة جدا وعمل برنامج عشان يستفيد بملايين المهاجرين اللي هيدخلوا كندا وعايز اكبر عدد منهم يخش عن طريقه ملايين عارف فرصتك اديه فرصتك اكبر بكتير مما تتخيل فبالتالي النهاردة هنتكلم عن برنامج مماس جدا البرنامج ده بكل بساطة هتخش على اقليم كيبك هتخش عن طريق شركات هتوظفك فيه ربعمائة شركة كاملين ربعمائة شركة تعقدت مع الحكومة الكندية وتحطت على الموقع الرسمي بتاعها ربعمائة شركة دول هم المفوضين بالتواصل مع اصحاب الاعمال وتوفير عقد العمل لحضرتك عشان تسافر كل اللي مطلوب منك ان انت تركز معاه في الفيديو كبات شايزة الحلوة انا بشربها دي وتيجي وراء وقلم ونقعد نركز مع بعض عشان ده حرفيا اجمد برنامج للهجرة الكندى لعام 2024 هحطلكم التفاصيل كلها يا جماعة وهتبقوا معايا خطوة بخطوة وهنركز هنلاقي السورس بتوعنا في مكانين الشرح بتاع الفيديو تحت والكومنت المثبت بتاع الفيديو بتاعنا هنخش دلوقتي حالا على الكمبيوتر عشان نكمل كلامنا عن البرنامج ده بالتفصيل بس قبل ما نخش هفكركم بالمسابقة بتاعتنا عارفينها ايوان هنختار 15 واحد من حضراتكم من التعليقات اللي كتبينها طيب الخمستاشر واحد دول هنختارهم على اساس ايه هنختارهم على اساس ان حضرتك تكون عامل لايك للفيديو وتكون عامل سبسكراب للقناة وفي نفس الوقت تكون مشارك الفيديو مع اصدقائك المشاركة دي بتبقى مهمة جدا لان ديتل على اساسها بيتم الابجريد للكومنت بتاعك عندنا ان الكومنت بتاعك هيكون في اسمك ودولة حضرتك طيب الخمستاشر دول ده في الورد الطبيعي طيب لو الفيديو ده تخطى الربعمية كومنت هنعمل ايه هنختار 181 من الكومنت بشكل عشوائي بناء على نفس التفاصيل اللي قلناها ونبدأ نقدم لهم بشكل عشوائي وشكل مجاني ما نعرفش اي حد من احنا هنقدم لهم دول يلا بقى بسرعة ايوة صلي عن نبي شاطر ان انت قلتها صلى الله عليه وسلم صلي عن نبي لايك شير سابسكرايب ويلا بينا نروح نشتغل على البرنامج بتاع النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلت لحضراتكم البرنامج بتاع النهاردة حكومة اقليم كيبك هي اكتر حد عايزة تستفاد منه عشان كده احنا النهاردة على الموقع الرسمي بتاع اقليم كيبك عشان نبدأ نتكلم عن البرنامج البرنامج ده الترجمة بتاعته هو الاسم المترجم بتاعه اسمه برنامج التنقل الدولي اللي هو حضرتك لو مش مترجم هو international mobility program نرجع نترجم تاني بص باب يقولك ايه يسمح برنامج التنقل الدولي التابع للحكومة الكندية لصاحب العمل بتوظيف عامل اجنبي مؤقت دون الحاجة لتقديم طلب تقييم لتأثير سوق العمل اللي هو نموذج ليما طيب البعبع بتاع اصحاب العمل هو نموذج ليما فبالتالي ان انت يتعمل لك برنامج زي ده دي اول حاجة هتخلي اصحاب العمل يحبوا البرنامج ده ويشتغلوا عليه بيقولك في معظم الحالات يجيب على صاحب العمل الذي يريد تعينك بمجاب هذا البرنامج تقديم عرض توظيف من خلال بوابة صاحب العمل بمجرد المواثقة على طلب تصريح العمل الخاص بيك سوف تتلقى خطاب تعريف ده لو كنت خارج كندا وتصريح عمل ده لو كنت موجود بالفعل في كندا بيقولك لو حضرتك تلقيت خطاب التعريف ده هيتعين عليك تقديمه عند وصولك الى كندا للقصول على تصريح عمل صادر عن موظف خدمات الحدود الكندية بيقولك بقى هنا لو صاحب العمل قدم لك عرض بموجب برنامج التنقل الدولي فلا يتعين عليك تقديم طلب بموجب ليمة لتوظيف العمال الاجانب المؤقتين انا اعمل ايه انا ما فهمتش حاجة يا باسد بس زي الفل عظمة انا عايزة تركز معايا بقى في اللي جايه رشفت شاي بقى بعد اذنك هتلاعيني سايب لك اللينك ده وهنا الشغل كله هنا التعب كله فمحتاج منك تركيز جامد جدا ترجم يا عزيزي قطاع التشغيل ووزارة التشغيل والتضامن الاجتماعي منظمات المعونة المساعدة في التوظيف وظيفة ده دليل المنظمات المتخصصة في التوظيف الخاص باقليم كيبك طيب كل دي فيها ايه كل دي فيها شركات خاصة بالتوظيف حضرتك هتدور على الشركة اللي تعجبك عايزة تواصل معهم هلاقي العنوان بتاعتهم والتفاصيل بتاعتهم ايه هدخل على الموقع الرسمي بتاعهم هقول له ترجم خلو بلكوا جماعة ما تخافوش من النصب في المؤسسات دي خالص لان المؤسسات دي متعقدة مع الحكومة الكندية فبالتالي لو عملوا اي حاجة يعني من الاخر حيطلع عنهم نبدأ من هنا نقدم اه التقديم بتاعنا هيبقى ازاي هتلاقيني يساقب لك اللينك ده ده الموقع بتاع كيبيك ودي الصفحة الرسمية اللي فيها ربعونية شركة تقدر تقدم عليه وما تختار الشركة اللي تنازبك اه هتفتح دوس على مثلا على الشركة ديت فتح لنا الصفحة بتاعتهم ديت لو عايز نقرأ ممكن نترجم العربي دي شركة اه شغالة في الخدمات المقدمة مع الشراقة من اقليم كيبيك يقول لك العمل باجر او تدريب كشركة تكامل طيب هتلاقي هنا في الجنب ده كل التفاصيل بتاعة التواصل في الشركة من اول العنوان وبعدين اه رقم التليفون والواتساب ورقم الفاكس وكمان هتلاقي الموقع بتاع الخريطة وكمان هتلاقي الموقع الرسمي طيب هبدأ ارسل الشركات ديت احنا لو فتحنا اي شركة من دول هنلاقي كده هبدأ ارسل الشركات ديت اه وابعت لهم طيب ايه الطريقة اللي انا اقدر ارسلهم بيها وتكون صحة وتكون احسن طريقة ممكن نوصل نوعد فيها طيب الطريقة اللي اقدر ارسلهم فيها اه هتبقى من وجهة نظري انا الايميل طيب انا هبعت لهم الايميل هيكون في ايه هبعت لهم الايميل هيكون فيه اللي هو الكافر لتر والسيفي بتاعك بس سيفي بتاعك يكون مطافق مع الطريقة الكندية انا اتكلمت في فيديو قبل كده عن طريقة عمل السيفي المطافق مع الطريقة الكندية هتلاقيني سيبه لك في الشرح بتاع الفيديو في الكومنت المثبت طيب انا بمجرد ما هبعد انا هتعب شوية اه هتعب شوية لاني انا عايز اقدم لكل الشركات دي ما تقنعنيش ان انت لو قدلت لكل الشركات دي ما فيش ولا شركة فيه وما تقبل السيفي بتاعك الا لو انت السيفي بتاعك الخاص على الطريقة الكندية. طيب انا قدمت يا عم باسمو. وبعد اما قدمت فيه شركة ردت علي وبعتت لي عرض عمل او خطاب توصية. هحتاج ايه? هحتاج ان انا خش الموقع الرسمي هتلايني برضو هتطلق لك الموقع ده في الشرح بتاع الفيديو عشان اعمل تصريح عمل ده لو مطلوب مني. ممكن ما يطلبش مني اه ممكن ما يطلبش مني لان زي ما احنا وضحنا في الشرح في اول الفيديو. نرجع تاني لها. ترجم يا رايس. بص اينا بيقولك ايه? بمجرد موافقة على طلب تصريح العمل الخاص بك سوف تتلقى خطاب تعريف اذا كنت خارج كندا. واذا قدمت طلب التصريح الخاص بك عند دخول كندا. لو ما طلبش مني تمام. لو الطلب مني هعمل ايه? هخصش على اللينك ده. اما هعمل من خارج كندا. اما هعمل في ميناء الدخول. هل تحتاج الى تأشيرة زيارة المجيء الى كندا? لا اعرف. هنا هيديك لو انا قلت له اعرف. هيديك اكتشف ما اذا كنت بحاجة الى تأشيرة او لا. بس دي طبعا هتتوقف على عرض العمل اللي هيكون مع حضرتك اللي احنا هنجيبه من الشركة ديه. طيب يا بس انا جبت ده كله وعملت ده. هسافر خلال قد ايه? بمجرد يا صديقي ما يجي لك عرض لعمل بتاعك هتسافر خلال اربعة اسابيع. ودي اسرع الطرق اللي تقدر تسافر عن طريقها. ما تنساش بقى لايك للفيديو. تشير على صفحتك كومنت الجميل بتاعك اللي في اسمك ودولتك عشان تكسب معنا. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.